موسيقى المجلس الوطني المنعاقد يوم 4 فبراير 2023 هذا الوقفة هي هذا الاضراب اللي فيه يومين مع وقفة قدام لوزارة في اليوم الأول اليوم 14 فهي المرحلة الثانية من البرنامج الجديد الذي استرناه وكانت المرحلة الأولة بحامل الشارب بـ 27-28 وباضراب فاتح مارس 2023 وكانت المرحلة الثانية من العشاق لإضرابات والمسيرات ولكن لا نسمح بحقوقنا والوقت الذي نرى فيه الوزارة كانت طماطل وكتبقات جرجر عام ونصر الآن أول لقاء مع السيد الوزير كان في ديسمبر 2021 دجنبير 2021 حتى الآن عام ونصر فعام ونصر ما يمكنش عام ونصر ما زل ما حققنا فيه اتشي حاجة كنا اتفقنا مع الوزير في هذا اللقاء الأول بأنه غادي نديروا ثلاثة نوقات الميلف المطلابي فقدرنا عبر ريجان تقنية نقشنا وجدنا المحضر لم يوقعوهاش معنا كينا المأساسات الحيواء في ثلاثة الحيواء ثلاثة المراحل محترموهاش معنا ولينا نكرس لهم وقد اتفقنا معهم والنظام الأساسيلي اللي قالنا الوزير سيكون تشمل الموظفين الاساتيدة صدق خرج الاساتيدة بينما ان الموظفين مخرجوا لهم نظام الأساسي ونطلبوا غير مشروع باش نقشوه لانه مشروع خاصوا ينقشوه قبل من نقشوه في الوزراء فلا يؤقل انه نظام أساسي اللي هم موجدوه في عام ونصر نحن نقشوه في ثلاثة ونصر هذا هو مصير ديال سبعالف موظف تعليم العالي وسبعالف موظف ستديق سبعالف عائلة فهذا مصير مصير ديال الموظفين وديالعائلات خاصنا نقشوه لهذا طلبنا مشروع وعدونا كل مرة يعطونا مشروع اخر وعد كان في اكتوبر 2022 فقالونا في اخر الشرقات ونالحد الان باقي مخدينهاش فبالتالي الباب تسد قدامنا وما كان لحوار الأول حتى الاجتماعات الكنديروك يكونوا اجتماعات سويسية وتعطيرية حتى يجرزرونها ونحن لا رفض لان نحن النقبة الأولى تمثليا وبفرق كبير على نقبات اخرين وبالتالي انتم تشوفوا الموظفين مستعين والحضور وقوي رغم انه بانه لولا الظروف اللي كان عيشها هذه العيد الكبير وذي الامتحانات اللي خلوا الناس وليداتهم قدوزوا امتحانات وجووا لانه 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 وبالتالي رأى الحضور معبير احنا كي قلتلك المجلس الوطني استر برنامج نيضاني وحدد في هذه السنة الجامعية تكون فيه جمع راحل دوزنا المرحلة اللي اولا كي قلتلك فانتسات فانتوي ففغي والبريمي مارس والمرحلة التانية دروك 14 و 15 يونيو فالمرحلة التالتة غادي تجي لانه خاصنا نعقدون مجلس الوطني عودتاني فهد الاسبوع المقبل ونشوفوا المرحلة التالتة كيف ستكون تأتي هذه الوقفة تلبية اللي نداء النقابة الوطنية مضافية التعليم العالية والحياء الجامعية اللي خوض هذا الاضراب يوم 14 و 15 مع الوزارة وكتأتي هذه النيداء تنفيدان لمقررات المجلس الوطني اللي انعقدوا خططها يعني قرر هذه المحطات النيضالية ردة تفعل على الحوار مع الوزارة ومآلاته حيث ان الحوار مع الوزارة لم يصل الى نتائج من الموسى على المستوى الواقع فمنذ تولي هذا الوزير ومنظر حتى الوزارة اللي قبل لحد الان الحوار لا زال في في جلسة حوار ولكن دون نتجة معينة ولحد الان مطلبنا الاساسي واللي كيلب بيك جميع مطالب يعني اللي قدر تضمن جميع مطالب موضافي تعليم العالي والحياة الجامعية والنظام الاساسي لموضافي تعليم العالي والحياة الجامعية هو اخراجوه وتسليموه النقابة بالاساس في المرحلة الاولى للتشاور حوله واعطاء مقترحات النقابة في هذا الاساس ومسألة اخرى اللي كالطلبية النقابة هو توقيع محضر الحوار لان الحد الان الوزارة ترفضوا توقيع محضر الحوار لان كتقول بان نرى احنا بنات نتيقة ولكن اساس الحوار الاجتماعي هو توقيع توقيع محضر ما بين الفرقاء الاجتماعية وهذا الاضرابرة يجي في اطار الظروف اللي كيعيشوا موضافي تعليم العالي والحياة الجامعية في القطاع حيث ان هناك خصاص مهويل على المستوى عدد الموضافيين في القطاع حيث ان مجموعة قد تخرج التقعود ولكن بالنسبة ل الوريكريتومون باقي قليل وحتى الوريكريتومون ما كيجيش يشد الخاصة بالاساس فالوريكريتومين في مجموعة من علامات التساؤلات اللي خسنا انطرحوها فيه وعتى ان موضافي تعليم العالي والحياة الجامعية يعيش هنا واحد الفارق بينما انه الوزارة وقعات معا واحد مكوين اساسي في القطاع والحد الآن موضافي التعليم العالي لم توقع معهم حضار ولم تصل معهم إلى نتائج موسيقى موسيقى موسيقى